مزيد ينضم معنا من جنين مراسلنا فادي العصاف فادي إذن ضعنا في أجواء المشهد الآن في جنين شهيدان فلسطينيان عقب اقتحام الاحتلال لجنين بالضفة الغربية كيف تبدو الأجواء لديك؟ يعني متوترة جدا سمع أطلاق الرصاص وما زال يسمع أطلاق الرصاص قبل قليل خرجنا خرجت هذه الجنازة أو جنازتين من أحد المساجد الرئيسية في مخيم جنين حيث نتواجد الآن باتجاه المقبرة لمواراتهما الثرى سلطة الاحتلال كانت اقتحمت بقوات خاصة مع ساعات فجر هذا اليوم تبعتها آليات عسكرية منطقة مخيم جنين وحي الهدف قبل أن تستهدف هذين الشابين محمد السعدي 26 عاما ونعيم الزبيدي 27 عاما وتقوم بقتلهما ليرتقي شهيدين إضافيين إلى 210 شهداء في فلسطين منذ بداية العام الجاري 54 شهيدا في جنين لوحدها منذ بداية هذا العام أصيب خلال الاقتحام أحد الشبان بشظايا الرصاص في وجهه وصفت حالته بالمستقرة وكذلك أيضا قالت كتيبة جنين أنها اشتبكت بالسلاح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت من عدة محاور منطقة مخيم جنين وحي الهدف